ميت راديو لا راديو كي ميت ميت راديو نعم إذا نتكلم أول حاجة على الأعراض ستستعمل ربما المجسم كي تشرح أكثر كيف ستعرفت السيدة بأنها مصابة بهذا الفطريات العراض الرئيسي هو الحكة كتكون عند ذلك الحكة ولكن ما تكون شغل الحكة كتكون كذلك بعض الأحيان إفرازات مهبلية وده أريد أن نوضحكم على اللوحة كيفاش كيكونوا الإفرازات المهبلية في حالة الفطريات أقرب وصف لهم وما بحل قطعات جبن إذن بحل جبن بحل جبن البلدي كيكون أبيض وكيكون بدون رائحة وكيكون مختر وكيكون مختر وفي بعض الأحيان كيكون شوية سائل بحل رايب هذا هو الشكل دياله هنا في هذه المرحلة تدقون أقوص الخطرة دكتور مصفر ولم أولى ما زال في هذه الحالة نعم كتشكل خطر مثلاً إذا كانوا الإفرازات بهذا الشكل هم منحص لحد السيدات هذه الإفرازات المهبلية الفطرية ما عندهوش خطورة كبيرة على الصحة أكثر من هم عندهم وحد يخلقوا له وحد الإنزعاج وعدم الراحة ويقدروا يؤثروا لها على الحياة العاملية وعلى أنتناء العلاقة الحميمية مع الرجل دياله بحكم أن هذه الإفرازات يكونوا كثيراً فهو أكثر عنده واحد تأثير على بسيكولوجيا ونفساني أكثر ما هو عنده خطورة على الجسم دياله ولكن يجب أن يعالج في المجسم بغيتك تشرح المتابعين والمستمعات ورا قلت سيبقى إن شاء الله هذا المقتطف سيبقى صوت وصورة لكي تفهموا أكثر وتوصلكم الرسالة خاصة بالتوعية في هذه النقطة إذا شرحنا بالمجسم من أنت يبدو الإفرازات وكيف ينطلقوا حتى يهبطوا وتتلقاهم السيدة في الملابس الداخلية بالنسبة لما كعرفوا ما هو المهبل المهبل هو هذا القناة هو هذا العضو من أعضاء الجهاز التناسولي الأنتوي اللي كيمتد من عنق الراحل إلى أعضاء الجهاز التناسولي الخارجي اللي هو الفرج هو عبارة عن قناة هو هذا العضو اللي كيكون يتم على المستوى دياله الإلاج أثناء العلاقة الحميمية وكذلك هو العضو اللي كيخرج منه البيبي أثناء الولادة وهو العضو اللي كيخرج منه الدم الحيط نعم وكذلك يخرجوا منه الإفرازات هذه الإفرازات تنتجهم واحد الغودات في عنق الرحيم واحد جوج الغودات يكونوا في المدخل دي الفرج اللي هدرنا على اليوم قبيلة هما لك لوند بخطولة هذه الإفرازات هادو هما كيكونوا طبيعيين عند كل المرأة وعندهم ذاك المواصفات اللي شرحناهم فلا داعي السيدة تعالجهم ولا تدير بعض السلوكات الخاطئة تنظيف المفرد تستعمل بعض السابون نرجع لهم